أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قليل هي من الغافيين إذ قال يوسف لأبي لي آبتي إني رأيت أحد عشر كبكرا والشمس من قمر أحد عشر كبكرا والشمس والقمر رأيتهم ليساكدين قال يا أبني لابت صرفياك على إحوتك فيكيلونك بيضا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجد فيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يحقوبك ما أتمها على أبريك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم فقد كان في يوسف وإحوته آيات للساهدين إذ قالوا ليوسف وأبو وحب إلى أبينا منا ونحن رفبة إن أبانا لدي ضلال مبين أقتلوا يوسف أرضا أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قونا صالحين قال قائم منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيافة الجب ينفقوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وألقوه إنا له لناصرون أرسلوا معنا قدلي يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحذرني أن تذهبوا به وعطاك وقالوا أن يأكلوا الذئب وأنتم عنه معفلون قالوا لئن أجلوا الذئب ونحن مصبة إننا إلى اللقاء صرون فلما دابوا فيه وأجلعوا أن يجعلوه في غيافة الجب وأوحينا إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا لا نستدق وتركنا يوصف عند مداعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمنتنا ولو كنا صادقين وجاءوا على القبيل صيبهم كذب قال أنزر ولدتكم أنفسكم أمرا فصدر جميل والله المستعان على ما تفرقون وجاءت سجارة فأرسلوا فاردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا قدره وأزره بضاعة والله عليكم بما يعملون وشرقوا بثمن درس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهرين وقال أنه اشتراه من مصر لمرأته أكريمة ومعسى أنه ينفع ما أم نتخذه وردا وكذلك مكنا لنوسف في الأرض ولنعدمه من تأويل الأعابير ولنعدمه من تأويل الأعابير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلقى شده آتيناه ركما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وردت فالتي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبوال وقالت أيها قال ما عاد الله قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مخوايا إنه لا يفتح الظالمون ولقد أمت به وهمت يا لولا أرآ مرهان ربه كذلك لنصرف عن المسلوء والفحشاء إنه من عباد أهل المقصين واستمق الباب وقد أطميصهم من دور وأنف يا سيدة آلنا الباب قالت ما جزاه من أراد بأهلك سوء أنه إلا أن يسجل أراد أهل المقصين قالت يا أرادتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قبيل صبو قد من قبل فصلقت وهو من الكافرين وإن كان قبيل صبو قد من دور فكتبت وهو من الصالحين فلما قبيل صبو قد من دور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقالت اسمتهم في المدينة امرأة العزيز تراغل فتاة عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسأت إليهن وأعبدت لهن هدكاء وآبت وآبت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرناه وقضعنا أيديهن وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرت من هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي نهدنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصمه ولئن لم يفعل ما آهون يستمن وليكون من الصافرين قال رب السجن أحب إلي لما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصدق إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن قال إن إنه هو السمير العليم ثم بدا لهم من بعدنا وأول آياتنا يسجذنه حتى أقيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهن إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق بقسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما رعاهم من فرزقانه إلا نبئتكما لتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما إما علمني ربي إني درجت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتم إن لدى آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبين السر أعباء متفرفون خير أمدناه الواحد القهار ما تعبرون من دونه إلا أسماء سميتمها وأبابكم ما أنزل الله بها من سلطان إني الحكم إلا للناه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القير ولكن أكثر الناس لا يعبرون يا صاحبين السر أما أعدكما فيسري ربه فورا وأما الآخر فيصدق فتأكل الطير من رأسه وهي الأمر الذي فيه تستبتيان وقال للذي ظن أنه ناجم من ذو مدهوني عند ربك فأنسام الشيطان ذكرى ربه فلبث في السجن بطع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقات من سماني يأكلون سبع عجاب وسبع سنبلاد فضر وكفر يابسات يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ أَفْتُونِي فِي رُّيَا يَنْ كُلْتُمْ يَرْبُّيَا تَعْدُونَ قالوا أَفْرَاثُ أَحْلَامِهُ وَمَا نَخْتُ بِتَكْرِيْلِ الْأَحْلَانِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَانِنُهُمَا وَاتَّكَرَ بَعْدَهُمَّةٍ أَنَا أُنَذِّكُكُمْ بِتَكْوِيلِهِ فَأَرْسِمُونَ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع لقرات من سمان يأكلهن سبع لقرات من سمان يأكلهن سبع لقرات من سمان لكن كُبْرٍ وَبُخَرْ يَابِسَاتٍ تَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ أَعْدَهُمْ يَعْلَمُونَ قال تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَامًا فَمَا حَفَقْتُمْ فَدَقُوا فِي سُنْقُرِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْكِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَفْقُلْ لَمَا خَذَّبْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِنَّا تُوْسِنُونَ ثُمَّ يَأْكِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَالٌ فِي يُغَافُ النَّاسِ وَفِي يَعْصِيُونَ وَقَالَ مَا لِمُتُّونِي بِكِ فَلَمَّا كَالَ الرَّسُولُ قَالَ اُطِعْ لَا رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَادُ النِّسْوَةِ اللَّهِ قَطَّعْنَ أَيَّهُمْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطُّهُنَّ إِذَا وَطُّهُنَّ يُوْسُفَ عَنِ نَفْسِهُ قُلْنَ حَاشَ لِاللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْمْنَا عَلَيْكِ مِنْ سُوءٌ قَالَ تِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَشْحَصَ الْحَبُّ أَنَوَى وَاتْقُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَنِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُّهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْتِي جَيْنَ الْخَالِمِينَ وَمَا أُبَلِّئُ نَفْسِهِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّا عَلَكُمْ بِسْكُمُّهُ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُرُ الرَّهِيمَ وَقَالَ الْمَلِي قُتُّونِي بِهِ أَسْتَقْفِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا أَكَلَّمَهُمْ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَذَيْنَا مَكِيرٌ أَمِيمٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِهِ الْحَرْضِ إِنِّي حَفِيرٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِنُسْفَ فِي الْأَرْضِ يَتَذَوَّقُ مِنْهَا حَيْنُ يَشَاءُ نُصِيقُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ شَاءُ وَنَا نُغِيرُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَنَأَجْرُ الْآفِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُمُونَ وَجَاءَ إِحْوَةُ يُرُسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَابِهِمْ قَالَ أُقُونِي بِأَحِدَّكُمْ مِنْ أَبِيرٌ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيُّهُ فِي الْكَيْنَ وَأَنَا خَيْرٌ مُنْزِهِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْنَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَرُونَ قَالُوا سَنُضَارِضُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِمُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي بِحَالٍ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ هَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ هَائِنًا مُقَلَبٌ إِلَى هَأْتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْبِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ قال هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أقحم الضائمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بخميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقنون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر